بعد الهزائم المتعاقبة التي منيت بها ميليشيات حفتر في حملته لاقتحام العاصمة طرابلس والثقل العسكري الخاص الذي مثلته المساعدات التركية وترجيحها كفة حكومة الوفاق أدرك عدد من داعم حفتر أن رهانهم على جيشه أخذ يخسروا تباعا فخرجت الأمم المتحدة لتدعو إلى الحوار وانطلقت جلساته في تونس ومن ثم عبر دائرة الفيدو المغلقة التي انتقدها بعضهم بأنها أمر لا يصلح في اجتماعات تهدف لإيجاد حل نهائي لدولة تشهد صراعات وأزمات وانقسامات بين مؤسساتها وفي الوقت الذي يتصاعد فيه الضغط على البعثة وعلى المشاركين في الحوار من خلال موجة تشكيك في تمثيلية بعضهم ورفض بعض بنود مسودة الاتفاق المعروضة يرى مراقبون أننا أمام فصل جديد من فصول الصراع في ليبيا ولسنا على مشارف حل سياسي حقيقي كما أن تعديل شكل المجلس الرئاسي وفق نظام الأقاليم الثلاثة سيدفع البلاد إلى صراعات جديدة ذات طابع جهوي تهدد الوحدة الوطنية وكيان الدولة الليبية ويرى محللون أن ما يحدث في تونس هو إرادة دولية لإعادة إنتاج اللاعبين في المشهد السياسي الليبي بما يضمن استمرار الصراع دون حل واستنزاف الدولة الليبية اقتصاديا وبشريا وأن ما يحدث هو هروب للمجتمع الدولي للأمام من خلال مرحلة انتقالية جديدة دون ضمانات حقيقية ودون وجود آلية واضحة لمعاقبة الأطراف التي ستضع العراقيل وتذكر مصادر مطلعة أنه قد تبلور تيار داخل الحوار تقوده أطراف وطنية أحدث فارقا وضغطا باتجاه تبني خيار الانتخابات وقد صرحت البعثة أنه لا صحة لخبر انسحاب أي مشارك في الحوار وقالت ويليامز إنه على المجتمع الدولي دعم إرادة الليبيين وصرح السفير الأمريكي لدى ليبيا أن العملية السياسية الجارية توفر فرصة فريدة لتحقيق الإصلاحات ويبقى السؤال ما الذي سيقول إليه الحال بعد كل هذه الجلسات